السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التالي من البتداء الرائد كنا نرحب بكم إذا اليوم جديد ودرس جديد إن شاء الله نأخذ مقرر مرشجي في التربية الإسلامية الصفحة رقم 62 شاهدنا سابقا الجزء الأول صورة الإنشقاق حاولت أنني نشرح لكم الصورة بطريقة ليه مبسطة ومفيدة أكيد لكي يفهم معي اليوم إن شاء الله سنرى مجموعة من التمارين ونعود أننا نسترجع الأشياء اللي شفناها في الدرس السابق ونحاول أننا نجاوبوا على الأسئلة لدينا الفهم مفهوم إذن نطلب من جميع تلميذات والتلاميذ اللي معي يأخذوا المقرر إن شاء الله بشيفهموا بطريقة ليه صحيحة بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال اليوتيوب ما يقدرونش يشوفوها كل نهار يقدروا فقط يدخلوا الفيسبوك إذن أنا قدرت لكم الصفحة ديال فيس بوك سأخذ لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف بالنسبة للفيسبوك أو للصفحة الفيسبوك فيها جميع الدروس اللي كان نحط على اليوتيوب كان نحطهم حتى على الفيسبوك إذن مرحبا بكم سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك المهم عندي هو أن مدرسة تعليم ابتداء الرأي تكبر أو لقناة تعليم ابتداء الرأي تكبر يكون لدينا أكبر عدد ديال التلاميذ والتلاميذات المستفيدين أكيد من الدروس اللي كان نعطي كل يوم جيد إذن سنبدأوا إن شاء الله على بركة الله في التمرين الأول الصفحة رقم 62 كيف قلت لكم إذن أتدرب على القراءة أعيد قراءة الصورة وألاحظ كيفية قراءة أستاذي أو أستاذتي للآيات الآتية إذن لاحظوا معي أن هناك مجموعة من الآيات من صورة الإنشقاق أو الجزء الأول للصورة الإنشقاق هذه الآيات حاولوا أنكم تقرأوهم مع بعضكم في القسم أو لا حاولوا أنكم تكرروهم مرة عديدة سيسهل عليكم الاستظهار ديال الآيات أنتم كذلك متابعين بالاستظهار ديالها إذن هذه الآيات سيسهل عليكم أنكم تستظهروها جيد إذن إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه إنك كاجح إلى ربك كدحا فملاقيه إنه ظن أن لن يحور جيد إذن شوفوا التمرين رقم ستة نحاول أن نجيب على الأسئلة نقرأ السؤال أولا ولون بنفس اللون الآية والمقصود منها إذن عندي هنا مجموعة للآيات ونشوفوا المقصود منها وينقلب إلى أهله مسرورا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يدعو ثبورا إذن الجاحد والعاصي المؤمن الكادح إذن وينقلب إلى أهله مسرورا من هو الذي سوف ينقلب إلى أهله مسرورا يعني أنه فرحان أكيد أنه المؤمن الكادح أي أنه كادح في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي فعل الخير فسوف يحاسب حسابا يسيرا أكيد أن الإنسان أو المؤمن والمؤمنة هم الذين يحاسبوا حساب يسير نظرا للأعمال طيبة لك أن يقوموا بها في الحياة جلوم إذن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيهم ويحاسبهم حسابا يسيرا إذن المؤمن الكادح أكيد فسوف يدعو ثبورا هذا هو الجاحد والعاصي أي الكافر أو الشخص الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالقرآن الكريم ولا يفعل الخير في حياته فهو سوف يدعو ثبورا أي الجاحد والعاصي جيد إذن نتميم شوفوا تمرين أخر لاحظوا معي أصل بخط من أوتي كتابه باليمين من أوتي كتابه بالشمال عبس ودعا ودعا بالهلاك ابتهج والستبشرة إذن من أوتي كتابه باليمين هنا كان نضروع له أكيد المؤمنين والمؤمنات هم اللي قالنا الله سبحانه وتعالى أنهم سوف يأخذونا كتاب جلهم أي كتاب جل الأعمال جلهم سواء الحسنة أو الغير الحسنة باليمين جلهم ولكن هنا عرفنا أن المؤمنين ولمؤمنات فقط هم من لديهم أعمال حسنة وأعمال طيبة قاموا بها في الحياة جلهم إذن من أوتي كتابه باليمين فهو ابتهج وسط بشرة بالجنة وبالخير جيد من أوتي كتابه بالشمال فهو عبس ودعا بالهلاك أي أن الشخص الذي أوتي كتابه بالشمال فهو شخص يعني ما كانش كيعمل الخير في الحياة جلو كان عاصي وكان جاحد وبالتالي فالوجه جلو سوف يكون عبوسا لأن مصيره هو الهلاك إذن عبس ودعا بالهلاك مفهوم؟ جيد إذن شوفوا أكتبوا وألتزموا إذن وعودوا نفسي على عمل الخير لأكون من أصحاب اليمين جميل علينا دائما أن نعود الأنفس دينا على أننا نعملوا خير في الحياة دينا كيفاش نقدرون نعمل خير؟ يعني أننا نقدرون نقوموا بالصلاوات دينا الصوم دينا من يوجب علينا الصيام يجب علينا نصومه يعني أركال الإسلام كلها كنعرفوها علينا أننا نطبقوها كذلك نحاول أننا نساعدوا الفقراء والمساكين واليتاما أكيد أننا نساعدوهم وكذلك يعني أي أشياء اللي هي كتبالين أننا فيها الخير نحاولوا أننا ندروها نحاولوا أننا كذلك نضفوا البيئة نحاولوا أننا نقولوا كلامني هو طيب للناس لإبتسامة في وجه الآخر حتى هي صدقة وحتى هي كتعتبر من أعمال الخير يعني أنكم حاولوا تبتسموا الأصدقاء ديلكم حاولوا تبتسموا الجيران ديلكم حاولوا تكونوا طيبين ما تكذبوش حاولوا أنكم تكونوا يكون السلوك ديلكم سلوك اللي هو جيد وفيه بزاف دي الخير هذا كله والصنع عليه الله سبحانه وتعالى والرسول دياله أكيد إذن باش تكونوا من أصحاب اليمين اللي الله سبحانه وتعالى وعدهم بحساب يسير كذلك وعدهم بجموعة من الأشياء بالجنة الطيبة أكيد وبجموعة من الأشياء اللي هي جميلة جدا وكتخلينا أننا يعني فعلا أننا نكدوه ونعملوه صالحا لأجلها فهي حقا تستحق ونسأل الله أن نكون كذلك يعني إحنا ونتموه جميع المسلمين والمسلمات من أهل الجنة أكيد وأننا نستمتعوا بها ونعيشوا فيها حياتي هي سعيدة جيد إذن حاولوا أنكم تقوموا بالكتابة دياله هذي الجملة هذي بخطلة وجميل جدا حاولوا أنكم تكتبوه بحروف اللي هي واضحة وحاولوا ما تصغروا الحروف بزاف كيف نقول لكم دائما حاولوا أنكم تدروا المقاييس الحروف في القيس ديالها بشيبال الخطة ديالكم أنيق وجميل جدا جيد إذن من بعد غادي يخذكم تستظهروا الجزء الأول من سورة الإنشقاق أكيد أنكم مطالبين بالاستدهار دياله كنتمنى لكم التوفيق أكيد نتلقى معكم إن شاء الله في درس قديم إلى اللقاء اشتركوا في القناة